ايضا الخبر البعد كده مع منتخب الشباب ايضا منتخب الشباب يصل تونس والسفير يستقبل البعثة منتخب الشباب حايب اقول لحضراتكم برضو بعثة منتخب شباب الفرعنة اللي سفرت تونس جهاز الفني الكابتر ربيع عزيزين مدير فني عبدالسطار صبري مدرب عام احمد فاروق مدرب محمد رزيئة مدرب حراس مرمى حازم عامر مخطط احمال جهاز الطبي وليد منظور طبيل فريق الشام عبدالعيزة خصائي علاق طبيعي وليد ماهر منسق اعلامي وعلاق سعيد مدير المهمات القايمة بقى القايمة اللي ضمت ستة وعشرين لاعب لمنتخب مصر الشباب ان شاء المتمنون من كل التوفيق حراسة المرمى حمزة علاء سيد عطية محمد جمال خط اتفاع خط الدفاع حسام عبدالمجيد حازم هاني عبدالرحمن العشري محمد المغربي محمد اشرف ياسيم مرعي احمد عيد مصطفى اشرف محمود صابر محترف بالنجم الساحلي وده هنضم من تونس لبعثة منتخب مصر خط الوسط زياد كمال محمود جهاد عربي بدر رشاد المتولي محمود عبدالمحسن زياد فرج عبدالغاني محمد كريم محمد احمد نبيل كوكة يوسف حسن وابراهيم عادل وفي خط اللجوم حسام اشرف واسامة فيصل واحمد شريف خمسة من القايمة دي بيمثلوا النادي الاهلي موجودين في منتخب مصر حمزة علاء حارس مرمى النادي الاهلي ده موجود في القايمة محمد مغربي بيلعب مساك عربي بدر بيلعب باك رايت مع موسيماني وكابتن ربيع ياسين بيوظفه خط وسط مدافع وعندنا محمد اشرف ده باك ليفت برضو ماشاء الله خمة مبشرة وواعدة واللعب الاخير اللي احنا شفناه في مباراة ابو اير الاسمدة احمد نبيل كوكة بيلعب برضو في وسط الملعب كل التوفيق لكابتن ربيع ياسين وبعثة منتخب الشباب وايضا كل التوفيق للخماسي لعب النادي الاهلي في الرحلة او رحلة بطولة شمال افريقيا البطولة ان شاء الله تنطلق في الشهر الحالي يوم 15 البطولة بتضم خمس فرق مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزاير هيصعد ان شاء الله فرقتين الفرقتين هيوصلوا لكاس الامم الافريقية تكون في مورتانيا في شهر مارس القادم كل التوفيق ان شاء الله للباسة وكابتن ربيع ياسين